اشتركوا في القناة 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 ثم تتابعة البعوث والسرايا فارصل في شوال عبيدة بن الحارث في ستين رجلا من المهاجرين الى بطن رابغ فلقي ابا سفيان وهو في مئتي رجل فوقع الترامي دون القتال اشتركوا في القناة وخبروا جنفي اشتركوا في القناة لكن دي بحث قليه لك فوق ثم أرسل في ذو القاعدة سعد بن أبي وقاس في عشرين رجلا من المهاجرين إلى الخرار قريبا من رابق فلم يلقى كيدا كم سليهو كمان سالس مرات سعد بن أبي وقاس إسران دهلو باكو من مهاجرين عشرين نفر المهاجرين بلنا طبعا بدي رتفقنا إنه من مكالك يسوه لصحابتهم من مكالك أطول صلى الله عليه وسلم لهم مهاجرين توم بدينا من هاجروا ودي بحكمهم لأتي من أطراف البعيدات كمان سب مدينة المطأ بدينا من دهاجرها من مكا وسب مدينة الأنصار توم وحتى لمن تقتل خرار لبول أسكافا قرود هي قروب تمن رابق برضو لكن حتى أشكال يركبوا وبسلامة أقبلت الله سريد الله كمان ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبواء إلى أبواء بدير أمو والنبي صلى الله عليه وسلم نتوفي الدباتها أكان في مدينة ومكالاليتة الأبواء أو ودان في سفر سنة أثنين هجرية قدم أدل سنة لها كالأيد النبي صلى الله عليه وسلم نوصفها قراء وبدل ما سريد تسمى على إلا قزوات تسمى النبي لا قيس دبعة على قزوات تسمى على ولا صحاب لا قيس دبعة سريد تسمى على ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبواء أو ودان في سفر سنة أثنين هجرية في سبعين رجلا من المهاجرين سبعين منهم هاجرين على وباكو النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقى احدا واقدمي ثاق الامان والتناصر مع عمرو بن مخشي الضمري وكانت اول غزوة خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهيني النبي صلى الله عليه وسلم من صفحة ديبا سنة اثنين هجرية ديب شهر سفر وسبعين نفر منهم هاجرين على وباكو ديب الله آآ سفرت الله غرو عمرو بن مخشي الضمري لبقول باكو اتفاق ودا زي غيم على وقل لو ناقي قبائل ومجموعات على باكو اتفاق ودا النبي صلى الله عليه وسلم لمن دمنا مكاسبنا الا على ثم خرج الى بواط من ناحية ردواء فقف رابو كمان فيه ربيع الاول سنة اثنين هجرية دي مئتين آآ من المهاجرين فلم يلقى احد برضو مئتين نفر لباكو تتاهروا هذا الفقر ديب رابع من الا سنة الا بشهر حقوها يعني سنة اثنين هجرية وحتى اه مقاومات رقبال صلى الله عليه وسلم كم سأله هو في نفس الشهر ديب اللي شهر اللي شهر رابع ديبو اقار ورو كرز بن جابر الفهري اللي بولو على مراعي المدينة وساق بعد المواشي فخرج عليه صلى الله عليه وسلم في طلبه الى صفوان من ناحية بدر في سبعين رجلا من المهاجرين ولكن كرزا افلت ونجح في الفراري وهدي القزوة تسمى بقزوة بدرين الاولى آآ اللي شهر ديبو ديبو شهر رابع اورو آآ كرز بن جابر الفهري اللي بولو اللي منا مزارة منا آآ حرس ومنا جاناين ومنا جاردين ناي المدينة حوالي الهلم انو ما يعني نواي لدامتا ولنهبا والنبي صلى الله عليه وسلم خبركم صلى الله عليه وسلم مع آآ آآ من ناس حابد سبعين دهلو باكو فقرا لكن اللي هي آآ هربة وسكا يتركباني والنبي صلى الله عليه وسلم يعرقبو واللهينين لقزوة التي جهب در جلب على قزوة بدر الاولى تسميت وقتالي حسل ديبا ثم خرج في جماد الاولى او الاخرة سنة اثنين هجرية الى هذه العشيرة في مئة وخمسين رجلا طبعا او في مئتين من المهاجرين مئتين ممكن قبوا مئة وخمسين بهلا ومئتين بهلا يعترض عيرا لقريس ذاهبة الى الشام ولكنها فاتته قبل ايام النبي صلى الله عليه وسلم فقرا ديب مئتين نفر او مئة وخمسين نفر نفس اللي سنة اثنين هجرية ديبا ديب شهر الجماد ديب شهر آآ جماد اول او جماد الآخر آآ اناي برشوت آآ آآ قافلة آآ الشام قويس عالد وقل لكم منا قل لقل لقل الواع لكن ايام حلفوا فلطوا واقدم ايثاق عدم الادوان مع بني مدلج اللي ايامك من الواعيك يبني مدلج ومما قبيلتهم وفقزتم المثاق واقعاء اقلت ديبعتها عداوات غير كبابهفنغيهم عدوات غير كباران من قبل القبل لاو لا ركب يوم من قبي واعتفقوا بأنكم من قبي وديب قل لأتباؤكم على لما ايامك ديب قل لأتباؤكم على لما ايامك ديب قل لأتباؤكم ثم بعث في شهر الرجب سنة اثنين عبدالله بن جحس الاسدي الى نخلة لنخلة يعني بدير المبي سبحانه من طائفة اللي أنا قبل يوم يومين العرفة ديباء العلات بين مكة والطائفة اللي كان لديباء اللي عبدالله بن جحس الاسدي اللي كان لأكا بين مكة والطائفة لمنطقة نخلة في اثنين عشفة جنة نفر على وباكو من المهاجرين ليأتوا بخبر عير قريش يعني لعير اللي برشوت لمجموعات لقاقلة مسلة جيس بأخبار لنايب يتحرك الليت كود جيس الليت اللي اللي اخبارين واللي انساءه وقالهم لهم العكا وقالهم هيني ركبوا قال لها عير مجموعات لنايب برشوت اللي ركبوا لكنهم هجموا عليها فقتلوا رجلا واصلوا اثنين وساقوا العير وقدر رسول الله عليه السلام على ذلك ولم يرضى به فاطلق الاصيرين وادى ديت المقتول لا سريت اللي عبدالله بن جحش رسدين لفاقرة ديبا فينقى مكة والطائف كان ننخذ ديبا لتبهل ديبا لمهاجرين اللهم لفاقراما علو سلو عصر كلوات نفر علو وقال قريش لقافلت مدقيس ركبوا وقتال ديبا تواكم ورقعت لهم النوم وكلوات نفر اللهم اسروا اسيري اسروا ودهم اللهم تعبطوا ووالا كمان لقافلت كل ناس اوا وقايسة ابا ومدينة مدقيسة ابا والنبي صلى الله عليه وسلم للشغل اللي يردي ويقبلي لناس لمواتا لدي تدافع وقال لهم كلوات الأسير على عطلاق اليوم ديب الله يانين مشركين كما فرصة ركبوا وديب شهر رجب شهر الحرام ديبقى عطلا لو واللي اندبي لو دجت ودو وربي سبحانه وتعالى آيات كردبا وكان الحدث في آخر يوم من رجب فأثار المشركون دجة بأن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ديب سورة البغرة آية سبعة وستين تلا وفي شعبان سنة اثنين هجرية حول الله القبلة بيت المغدس إلى الكعبة المشرفة من بيت المغدس إلى الكعبة في شعبان سنة اثنين هجرية حول الله القبلة من بيت المغدس إلى الكعبة المشرفة وكان ذلك مما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظره وقد انكشف بذلك بعد المخادعين من المنافقين واليهود الذين دخلوا في الإسلام زورا فارتدوا وتطهرت صفوف المسلمين منهم ديب الله سنة الله يعني هدي تاريخته ديب سنة اثنين هجرية ديب شهر شعبان الله سبحانه وتعالى لقبلت مدى بدل ما ديب بيت المغدس نطول لبول السلام على وقبلت كين عالت ديب الكعبة المشرفة حولي والنبي صلى الله عليه وسلم اللي التاكي على وفاتي على واللي هي يعني سبب كمان زيادة للمنافقين ولا مش بحسات الاعتيام العلو قبلت كمسل تحولت من يهود ومن قلي يتأمروا وسفونا يا مسلمين طهرت والسفيت وحتى قبقوا اللي حتى من فائدتا وتلك هي التحركات العسكرية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لحفظ أمن المدينة وأطرافها ولإشعار قريش بسوء عاقبتها إن لم تكف عن شرها ولكنها ازدادت في العلوي والاستكبار فلا قد جزاء أمرها في بدر وكان عاقبة أمرها خصرا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم جباح لقد أتمت إلى الهلية إن شاء الله قزوت بدر الكبرى قلت قبأته كفاعلت قدود بدر الكبرى وميجرة ديبا ديبا نتهاق إن شاء الله وسكلا وقت لها دحان وسلامة إن شاء الله نتلئي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة